عايزة تعملي فايش يكون فايش وهايش تاخدي الطريقة من الصعيدة شايفة الخميرة انفجرت انفجرت من كتر الخمور تعالي بقى نشوف والمقادير والتكات والحركات عند الصعيدة عملت الفايش زي ازاي فايش على اصله من الصعيد الجواني من قلب الصعيد من ايد ست الكل ست الحبايب يا حبيبة يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين يا حبايبي وحشتوني 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 يلا بينا بقى انا هخمر الخميرة معاكم ونشوف الخميرة الفايش هتبقى ازاي انا معايا برطمان غسلاء ومعقماء ونضيف وناشف زي الفل وغليت في حدود نص كيلو لبن نص كيلو لبن حتى المعلقة في البرطمان عشان ما يترشعش وبقول لكم بفضي حبة حبة عشان البرطمان خيفحسن يترشع ومعايا في كبة الخلط شوية سمسم قد اربع معالي سمسم مكسرهم في كبة الخلط مش طعنهم مكسرهم يعني قعدتهم همزة كده صغيرة واحط كمان معلقة السكر عشان معلقة السكر ديت بتسرع ايه الخميرة بتاعتش وهقلب اقلب 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 لغاية مدابوبهم كلهم في بعضهم كده كويس دي الخميرة بتاعتنا وهغطيهم بالغطة هجيب الاول كيس ممكن لو عندك وراء استريتش اللي هو المشمع الاستريتش ده اسمه ايه معالينا مالو الكيس الكيس بيقول معانا لأ الكيس موجود في كل بيت لكن مش في كل بيت فيه اللي هو الاستريتش صح ولا لأ عملتلكم بالكيس والكيس نجيف زي الفل هقفل كويس جدا وحلفه بالفوطة وهحطه في مكان دافي يعني في قلب درفة الدولاب في قلب فرن البودوجاز اي مكان يكون دافي بعيد من ايديكم خالص وبكرة زي دلوقتي نفتح عليه بصوا بقى بسم الله ما شاء الله بصوا الخميرة من تحت هتلاقيها شرش ومن نص هتلاقيها زي الزبادي ومن فوق هتلاقي معاكي السمسم مفشر بصوا كده خمرانة وزي الفل كده انا ايه خلاص بقى باي باي نراحل محل بتاعي هطلحها لعمتي هتكمل هي الباقي الخطوات لاني عشان انا ايه هي خمرت ونراحل محل فسيبتها لها فهي طبعا ما حدش بيصورها فهي خمرت في البرتمان اربع معالق دقيق حطيتهم في البرتمان انتو شفتوه وبعد كده خمر زي ما انتو شايفينه كده اللي البرتمان دوت فضيته في قلب حلة بمية دافية عليهم في حدود تلاتة كيلو دقيق اعملت خميرة تانية في الحلة كده بقى الخميرة بتاعتنا بتاحت الحل عبل ما تخمر فهي بس يسابت لكم شوية في البرتمان عشان انا اشرح لكم عليهم عشان هي ما كانش معاها حد بيصورها جبت محلب وجبت كركم وجبت حبهان حطحن الحبهان والمحلب في الخلط جبت بخمسة جنيه وبخمسة جنيه من عند العطار خمسة جنيه وبخمسة جنيه دول يعملولك في حدود عشرة كيلو انا دي كان بالبركة وما كنتش وزنة بصراحة اهو تحنطون كويس جدا وبصون بشوفهم كده نعمل لو مش نعمل كنت حطولهم سكر واضربهم تاني اتنين كيلو سمنة واي نوع سمنة انت بتفضلي هننزله في الحلة بتاعتنا دي وهنحطه على النار يسيح بس ما يسخنش يعني دافي زي دمعة العنة عشان ما يموتش معنا الخميرة لو سخنت منك هتموت معاك الخميرة يبقى كل تعبنا راح بلاش هدف فيها بس هسيح هفك السمنة كده عمتي كانت هي بتحضر المقادير في المنور وانا كنت بعمل في المطبخ الحاجات ديت اه بطحن يعني بسيح السمنة وبطح الله الحاجة عبل ما جيت بقى حطت في المية دي مية دافية وحطت فيها شوية ملح عشان العجل وحطت فيها كيلو سكر وحطت بقى بص العجينة لما خمرت بقى اكتملت انفجرت طبعا هي الخميرة بتاعتنا في الحلة بس هي خلت شوية في البرتمان ده عشان اشرح لكم عليه علشان ايه طبعا الخطوات اللي هي بتاعت الحلة دي ما جاتش وانا نسيت اصور الحلة اصلا بس هتبانو هي بتتكب وشوية كركم وشوية سمسم طبعا كل ده بقى على قد المقادير اللي انت هتحطيها يعني هحطو لكم مسلا المقادير اتنين كيلو دقيق في صندوق الوصف تشوفوهم لاني ما فيش حد ديما للكمية اللي احنا بنعملها. بيتدوب بقى عمتي على فكرة مصرعاركم والسرعة يعني ربنا يا دي الصحة والعافية يا رب. آآ بيتدوب كل الحاجات اللي هي حطتها السمسم والحبهان والكركم والآآ والسكر والملح. كل ده وبتوضي العجينة بتاحت الحلة. اختمرت وبتنزلها في نفس المية برضو. وجبنا بقى السبنة جانبينا وبتفضي الدقيق. طبعا انا ما عنديش حامل الحامل بتاعي الكسر فواحدة تصور واحدة تفضي. انا كنت بصور بايد وبعجد بالايد التانية عشان طبعا ما ينفحش السبف المية كده هيكلكع معايا لازم تقلبي يعني. فانا قلت يعني اصور معاكم كده وبعد جده طبعا هشمر ايدي وهنزل ايدي اللي اتنين وعملتي برضو هتحط ايديها معايا. ربنا يخليها يا رب وعبر الفيديو ده بقولك يا عملتي ربنا يخليك يلينا ما نتحرمش منك انتي السنة بتاعنا. فعلا. فعلا احنا قدامك بنبقى اطفال صغيرين. احنا طول ما احنا قاعدين معك حاسين اللي احنا صغير مش هنكبر ابدا. وكده بقى فضت السمنة عمتي وهيديها نزلت معايا اهيت وبقى ايه ندخل بعد ما عجنت العجين وشربنا المية بندخل في السمنة. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسوش تصلى على النبي وندعي دعوة حلوة لاخوتنا ان ربنا يفك كربهم يا رب ويرحم يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم اللهم امين. كده خلاص بقى المرحلة الاخيرة بعد ما دخلنا السمنة في بعضيها كده هنغطيه بحاجة تقيلة علشان ايه يخمر اول ما يخمر اهي عمتي اهي بقى انا بصورها. ما ام هي تصورني يا ام انا صورها. عشان احنا كنا الصبح بادل طبعا وايا نايمة فا اهي بقول لكم بتقطعوا سوابع كده في ناس بتعمله قرص كبير وبعد كده ما يبرد بتقطعوا بالسكينة ترنشات بس ده اصلا متعب بصراحة وبيفرفت وشغلها لكن الصوابع ده بيبقى حلو. صلوا عنا يا جماعة طول ما انتم قاعدين عشان ناخدوا سواب كلنا مع بعضينا. اهو. الفاش ده طبعا عشان المدارس بقى المدارس على اللي بواب يا جدعان يلا. كانت عمتي زمان والعائل صغيرة طبعا بيروحوا المدارس كانت لازم دوت على اول يوم مدرسة لازم بيكون موجود في البيت. بيفطروا بيه الصبح قبل ما يروحوا المدارس والكليات وكده يعني. ادي الكمية بتاعتنا مش كلها طبعا في وراية تاني بس هي عمتي رصة نص هنا ونص وراية. فايه بصور لكم كده? اللي احنا ايه قطعنا? ودي قرص كده بنحب هنا كلها قدام الفرن بنوزعها كده على حسب يعني. ادي الكمية بتاعتنا اهي تتقطعت. الساق ده بيشيل كيلو على فكرة. الساق ده بيشيل حوالي كيلو او اكتر من كيلو. كده شغلت الفرن بتاعتي تسخن عشان هرص فيها? لأ لسه. ده انا بوريكم الجنب التاني. اهو شغلت الفرن وحطت فيها اول صاجين. اللي بيخمر عشان اللي بيتقطع في الاول بيكون خمر. اللي بيكمر بيخله الفرن. طبعا السوا بقى بالديار يستق دايمين في شمال وشمال ويمين لغاية ما تحسين ان هو استوع بتطلعين الفرن. بتطلعين الفرن بكبه في الارض زي جده هو بينزل متفسص لوحده هوت يا اما انت بتفسصي في حبة مش متفسصين اهوت بتقطش في الكم من بعض بيتفكوا سهلين جدا 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 فوق متتخيله. يعني ما فيش حاجة صعبة خالص هو خطواته كتير اي نعم انا قدام الفرن اهو بتعمل اقول لكم بصوا بيتفك الواحده. آآ خطواته كتير بس سهل. لان في راحة بين الخميرة والخميرة بترتاح ساعتين تلاتة يعني مش مش كله واربعة دي. حطيت طبعا ساعتين تاني في الفرن اهي تتحمره. بديكم بس ايه لمسات كده لان الفرن طبعا انا كنت بصور وكده فما ينفعش ان انا اصور واعمل. وانا عاملاه برضو بطريقة تانية في القناة عندي لو عايزين نبحاثوا عليها هتلاقوا برضو. وبنفس الطريقة يعني بس جايبا لكم الخطوات ادق من كده يعني. اهي كده بنرس بقى في الصجات عشان ايه نحمصه ويطلع متحمص زي كده. احنا بنطلعوا طريق بنفككوه بنرسوه تاني في الصجات بندخلو الفرن وبعد كده بنقلبوا بقى الشمال في مين برضو لغاية ما يتحمص زي كده. ودو الاخر ساقتين معايا. كده خلصت البركة من عند ربنا الحمد لله. كنت بسوي فوق وبحمص في الدور اللي تحت عشان ده الفرن معايا دورين. عشان اخلص كله مع بعضين. وكده معلش اللمبة بتاحت المنور محروقة. وبيزة. فانا بصور لكم ايه على اضاءة التليفون. ولمبة تاني صغيرة. الاضاءة وحشة جدا جدا. بس ايه مضطرة اللي انا اصور. عشان مش هينفع دخلو الشقة. انا بخلص حاجتي كلها. هروح بقى امه عبي دلوقتي بسيبه يوم كامل عشان يبقى ناشف مبقاش قلبه طري ويبوز منك. يقعد معاك بقى شهرين. يقعد معاك شهر على حسب. ما ارمش وحله وزي الفل. تفتري منه. آآ عيل جاعة ملو كباية كباية لبن. اشوف الشكم بخير وعلى خير وجزاكم الله كل خير.